لسا مكاملين معاكم فقراتنا وزي ما قلنا في البداية السنة دي بيحتفل أقباط مصر بأول عيد ليهم بعد ثورة 25 يناير شوفنا أول مبارح الاحتفالات برأس السنة عدت الحمد لله على خير وسلام وعتقد كان فيه هدوء أمام كل الكنائس المصرية فيه دعوة كمان لأن المسلمين يأمنوا الكنائس يوم 6 يناير فيعني يا رب كلكم بكونوا موجودين هناك النهاردة بنوارنا وحيكلمنا على أجواء احتفالات السنة دي بأعياد الأقباط الكموس أنجيلوس جيرجس راعي كنيسة القديسين جواريجوس والأنبى أنتونيوس ومصر جديدة وأستاذ بكلية الكليريكية سواها الخير يا فهلا بنوار سباها خير أهلا بي أولا فكرة الدعوة دي من مبدأها هل حياتك شايف أن هي حاجة يعني لطيفة وكده أولا حياتك شايف أن هي ما هو أصلا ليه نحمي المصريين من المصريين يعني ما إحنا إحنا ليه يعني نوصل لمرحلة دي شايف إيه؟ ده برضو رأي تقال دعوة حماية حماية الكنائس بالظبط أنا بس هقول فكرتين مهمين طب أن إحنا إيماننا أن اللي بيحمي الكنائس ربنا وبيحمي الدور العبادة كله طبعا يعني ناك فإحنا ما بنزعكش تقول لي ما حصل حاجات أقولك حتى لو ما بيحصل حاجة ما بنزعكش لأننا وصلين قوي أن كل شيء بتدبير ربنا ربنا سامح بدا إحنا مش منزعجين قوي زي ما الناس متخيلة خالص يعني إحنا بنصلي وناس يعني مالية الكنائس وبيصلوا والوقت مؤخر برغم أني فيه بلطغية في الشوارع يعني ممكن نشكر الله الأمن أفضل يعني لكن مش منزعجين ده نمرة واحد نمرة اتنين أنا أخاف بس من أن يكون اللي بيطلقوا الدعوات يكون نوع من أنواع الدعاية السياسية واللي يسبقها تخوفات علشان نقول أنا اللي هحميك أنا خايف من كده بس يعني خايف من أني نقول ها خلي بالك ممكن حد يعمل لكم حاجة تفجير وأنا اللي أحميك عشان كده كنت أفضل أن يتقال إحنا جايين نشارككم علشان نكون إيد واحدة أفضل من إحنا وإحنا جاينا عشان نحميك يعني قادر أقول بردو كمان أنه اللي حصل ده ما كانتش دعوة من أي حزب سياسي أو ما كانتش دعوة من أي طيار ديني فممكن تكون دعوة سلمية يعني ما أنا بقول أولا إحنا بنشكرهم طبعا بنشكر المشاعر نفسها ويا رب دايما نكون مشاعرنا مع بعض كده طبعا أنا بس مش حاب فكرة نحميكو دي يعني لكن أنا حابب نحن نحتفل معاكم لطيفة أول طب خليني أقول بردو أنه أكيد يعني حداك بتقول أنه ما فيش أي تخوفات ولكن العيد السنة دي بالضبط بيبقى بعد سنة من أحداث كنيسة القديسين فأعتقد ما كانتش أحلى سنة وأحلى عيد السنة اللي فاتت ويعني البعض اعتبرها مذبحة فيعني مش عارفة بقى لو كنت حابق بتشاركنا في التخوف ولا لأ حكتين بردو العيد له شق ديني وشق اجتماعي شق الديني هو هو ما بتغيرش قبل الصورة بعد الصورة قبل أحداث كنيسة الاستشهادة اللي حصل أو بعدها هو عيد احنا بنصلي لكن الشق الاجتماعي هو اللي ممكن يبقى طبعا كان شيء متعب لعائلات تم ذبحهم كاملا وهم خارجين من الكنيسة مزعج لصورة مصر كمان قدام العالم كله اللي لما العالم كله نقل ان ناس خارجين من الكنيسة بيصلوا تم ليهم دبح بالصورة دية شيء مزعج وخاصة انسان اللي قبلها كمان كان ناجح حمادي بنفس بنفس الفجاجة برضو واحد واحد او التلاتة ايا كان يعني ضرب نار على اقباط خارجين من كنيسة فالفكرة بس الفكرة بس مزعجة للوضع العام لوضع البلد لكن في النهاية خالص احنا يعني بنصلي في الاعياد وبنطلب ان ربنا انه يسلم مصرح احنا عندنا على فكرة جزء من صلواتنا لاجل البلد دايما طيب خلينا نتكلم على التصريحات المؤخرة اللي طلعت من اه طيارات معينة او من احزاب معينة لو حنحددها يمكن باللوعة عدل عفيف رئيس حزب الاصالة ضد تواجه السلفي واللي قال ان حزب لن يبعث بأي تهيني المسيحيين ولن يشارك في احتفالاتهم بعيد الميلاد كريسمس بسبب وجود ان هناك حاجز نفسي بين المسلمين والمسيحيين وده على حد تعبير هذا التصريح وفي تصريحات اخرى من هذا القبيل رد فاعل سواء على المستوى الاجتماعي بين يعني الاخر المسيحيين او بين حتى المستوى الاكبر قيادي ايه انا هقول ثلاث نقطة في الفكرة داي نمر واحد اذا كان بيتكلم على الحاجز النفسي الا يزيد هذا الحاجز النفسي اذا كان بنتكلم على الحاجز نفسي بين مسلمين ومسيحيين طب يا عزيزي وانت خاصة انك بقيت حزب سياسي يعني حزب لي عايز يبقى ليك توجه استحالة تكون قاصد تكون حزب اسلامي بس طبعا ما بقيت سياسي وإلا تبقى انت ديني ومن فعلش يبقى فيه حزب ديني انت بتتكلم عن حزب السياسي حزب مصري وانا مصري اذا كنت اصلا بقيت حزب السياسي بتقول انا مش هاجه عايد عليك عشان فيه بيني وبينك مشاكل طب وانت دورك ايه مش دورك عشان انك انت تحل المشاكل دي اذا بالاولى كان يجب انك تكون ودود نمر واحد انا ياسف نمر اتنين انا بس عايز اسأل سؤال مهم هل ده فكرة هو بيدعوها كفكرة اجتماعية ولا فكرة دينية الخطر لو كان بيعلم كده ان ده الدين لان ازاي دين يعلم كره الاخر وعدم محبة الاخر ازاي ازاي ارفع عيني واقول انا بصلي ربنا وبقول انا مش هحب ايا كان الاخر ازاي فانا خايف بس لحسن يكون كده نمر ثلاثة هو مين اللي لول حق انه يطلق دعوات وباي صورة يعني هل هو بيتكلم لحزبه هو ان حزب بتاعه مش هيعيد ولا بيتكلم على المسلمين مش هيعيدوا على اللقباط وهي دي كده احنا بنبني البلد ولا بنعمل جو وحش جوه البلد طيب يعني هديك لسا كنت بتكلم على بعض الطيارات الزينية اللي تحولت الى احزاب سياسية بشكل كبير جدا وبالفعل تصدرت الانتخابات البرلمانية اللي فاتت بالتالي احنا امام دلوقتي بارلمان حوالي سبعين في المية تقريبا منه لحد دلوقتي هقول للطيار الاسلامي فيه اي تخوف ان كان هذا الطيار سيكون سياسي على عيننا ورصنا لو هذا الطيار حينما يجلس على كراز البرلمان وسيكون ديني لا طيب احنا لو قلنا فيه عشرين في المية حوالي لحزب النور وحزب النور هو حزب سلفي متشدد ما هو اذا كان هو اصلا اذا كان هو اصلا لما جيه يعمل حزب بتاعه قال انا حزب سياسي بمرجعية دينية وايا كان الموافقات اللي حصلت وايا كان ان بينما الرؤية ما كانتش كده لكن اوكي لكن لما يجي بقى يقعد في البرلمان لازم يفهم ان هو مش بيقعد كفكر ديني وإلا ازاي اما مش بيمثلني انا كابطي وبالتالي يبقى وقعت فكرة المواطنة وبالتالي تبقى كده قسمنا البلد وده اللي احنا مش عايزينه طب حزب سياسي او حزب ديني التصريحات اللي بتصدر منه لحت النهاردة مش بتضايقك مش بتخوفك مش يعني التصريحات اللي على مستوى ديني برضو بصي ما خلاص بقى فيه اختلاط ما بقاش باين هي الديني ولا السياسي يتكلم على مستوى ديني خاص باخواتنا المسلمين هم محرار لكن يفرد ده علينا لا مش هنقبله مش هنقبله تمام مش هنقبله وهو ده اللي عايز بقى تكلم فيه دلوقتي احنا كنا كلمنا قبل كده من شهرين او من تلاتة وكما نتكلم فكرة ان فيه خوف او فيه خوف جزئي في هذه الفئة من مصر اللي هي جزء من نسيج مصر يعني ان فيه خوف المستقبل فيه فكرة للأفكار كثيرة جدا للهجرة في بعض الاحيان فيه فكرة ان هو لا احنا مش بتطمينين هنا كندا وغيرها من الاماكن اللي بتستقطب على قد وتقدر هذه المجموعات يعني السؤال هو هل ده بيزيد مع اللي حصل احنا في شهرين ما كانش حصل الانتخابات هل ده زاد بعد الانتخابات ولا هو هو ولا قل ولا ايه بصراحة برضو شديدة متعارف حين توضيع الصراحة هنا قضية التخوف لها معيار عام ومعيار خاص بمعنى ان فيه ناس متخوفة على فلوسها وناس بتخاف على اولادها يعني مثلا عيلة عندهم بنات خايفين لح سينزلوا الشارع بقى يلاقوا مجموعة متشددة بتقول لها نفرض ايكل حجاب لا مش هنقبل حجاب فاتقول لك بيه اللي نعمل كده بنمشي اذن ده شيء خاص وفردي لكن على مستوى عام احنا لو بتكلم على كنيسة احنا ببنخفش ليه اولا لان تاريخنا ككنيسة ما بيخوفش بمعنى اننا ياما شفنا وياما عبر علينا احداث كتيرة ولكن عارفين كويس قوي ان ايد ربنا بتسند عارفين كويس قوي ان ربنا ما بيسمحش باني الامور توصل لمستوى الصدام عنيف وحتى لو حصلت احنا يعني بناخد الفكرة دي مش عن تخوف ولكن عن شعور ان دي بلدنا واننا احنا ككنيسة كنيسة مصرية طبعا بنتمنى انه ما حصلش كده بنتمنى اني الاشخاص اللي نجحوا في برلمان يكونوا على مستوى المسئولية السياسية والمسئولية الوطنية انه يفهم كويس قوي يعني ايه نائب برلمان في بلد فيها اقباط ان محدش يطلع ينادي بفكرة اني في حاجة تكون ضد مشاعر الأقباط تحت اي مسمى صحيح فكرة برضو الغرب والاستخدام اللي ساعات ممكن يكون فج للكلمة دي اعلاميا وصحفيا واجتماعيا حتى يعني اصل الأقباط مرتبطين بالغرب اصل الأقباط بيصوروا صورة اللي مش عارف ايه اصل الغرب عايز مش عارف ايه هذه الكلمة وخصوصا بس يعني احتفالات اول مبارح نتكلم عليها دات التغطية الاعلامية لها في مصر كانت ممكن تكون احياء الذكرى والأخوة ولكن ممكن يقولك في العالم لا ما اصلاح ما لو بيعملوا كده يبقى قدام الناس بره شوفوا اصلاح ما بيقولوا خلاص بينتاج ستنجدوا عشان خاطر عايزين يحافظوا على نفسهم من اللي بيحصل في مصر وهكذا وهغيره من الممارسات الاعلامية اللي ممكن تكون بقصد أو بغير قصد بتضر هذه القضية أو هذه الفئة في مصر تعليقك على ده يا فن على مستوى كناسي احنا لن نلتجأ لأحد خلاص نهائي بل بالعكس قدست البابا بيعلن في كل موقف اننا رفضين تماما التدخل الاجنبي تماما قدست البابا هو الصوت الكنسي الممثل لنا كلنا ده أولا ثانيا على مستوىنا احنا كأشخاص يعني ايه نستنجد بالغرب يعني هيحصل ايه يعني بالزبط اللي أقليات وفكرة الأقليات ليه سياسة ما هو أقليات سياسة يعني فكرة الأقليات والاتهاض ما هيش فكرة دينية بقدر منها فكرة سياسية بمعنى اني حينما يرى العالم أمم المتحدة هيئات حقوقية هيئات مجتمعية غربية هي ترى أن هناك نوع من أنواع التعصف والاتهاض لأقلية أي أن كانت في أي حتة في العالم بتتدخل هذا التدخل بقى بيكون ايه صورته وبيتناقش ازاي وبأي صورة دي قضية تانية يا ما قلنا سواء قدست البابا أو سواء في النشطاء الحقوقيين اللي أباط ان يا جماعة تعالوا نحل قضيانا جوانا محدش أبدا ينكر أن الأقباط عندهم مشاكل جوى مصر ممثلة في بعض الشخصيات اللي عندها رؤى لا يمكن أن تتفق مع روح الموطنة ولا يمكن أن تتفق أبدا مع روح بناء بلد فيهم مسيحيين ومسلمين لكن علشان نحل ده لازم يكون في رؤية مهمة نقول يا جماعة خلي بالكم أن البلد ما هيش بس فيها ديانة واحدة فيها كمان ديانة مسيحية محدش يغلط في الديانة المسيحية محدش يتكلم بصورة مش مظبوطة لابد يكون في حرية عبادة ليكون في حرية العمل العام للأقباط دون حذر في أي مناصب من مناصب العامة للأقباط قلنا الكلام ده تعالوا نحلها جوانا لأن العالم لما بيسمع ده بيقول لا يبقى فيه كده مشكلة جوة البلد طب الإيمان مطلوب يعني بكل شيء مش بس مش بس بتكلم على العقيدة لكن احنا في الآخر بشر وبنخاف وعارفين ان احنا هنمر بأزمة أكيد بنحضر لها يعني أكيد فيه تسامح وأكيد فيه حاجات كتير جدا لازم نكون بحسين بيها بس بس احنا بنحضر حريك ما تقنعنيش ان مش معقول حاسس ان في الفترة الجاية وفيه تصريحات وفيه بوادر بانت وفيه علامات بتقول ان حيبقى فيه مشاكل حتى لو مشاكل بسيطة مش بتحضر لها وهو قبل كده ما كانش فيه مشاكل كان فيه مشاكل وقبل كده كمان ما كانش فيه مشاكل بنفس الحجم ليه احنا لا انا اللي بس في التمانينات كانت فيه مشاكل تقيلة قوي ورهاب وكانت وكانت واحداث اه احداث تقيلة طب حقول ان الاحداث دي كانت مرتبطة بجماعات يعني معروفة وبسيطة وليلا او يعني ساعتها على الال كانت معلومة للناس كلها بس دلوقتي الموضوع يمكن يكون اكبر شوية او ارسع شوية مين قال ما يمكن يمكن الدخول البرلمان الاشخاص يشعروا ان بقليهم مسئولية سياسية ومسئولية ويبقوا كويسية انا ممسوطة جدا بالتفاول لحضرتك بتتكلم ما اقدرش اصبق احداث دون ان ارى حينما نرى يكون لكل مقام من مقال بس بس هي ما هو فكرة الفعل ورد الفعل يعني هذه الفكرة يعني وليل يازم يعني استنى زي ما يقولوا اكيد ممكن انا يكون عندي اصعر فكرة مش شرط ان هي اصلا ماشي حرب خالص فيه طرق اخرى لا مين قال ما حصلش يعني طبعا يا رب ما حصلش ماشي بس هي فيه طرق اخرى يعني مسلا اقول ممكن فيه تجهيز او يعني اعادة صياغة لهذه شكل هذه العلاقة معناوي او اجتماعي او ثقافي او حواري يعني يعني نبص بقى الموضوع بالنظرة مختلفة شوية ونفتح مجال ان احنا نمنع ده منه يحصل بالتعاون او بالتخاطب ولا احنا مش نوين نمنع ده نمنع ده لابد نحط تحت منها نمنع ده مين حكومة نمنع ده مين سياسيين نمنع ده مين ده ناس مفكرين نمنع ده مين مين اللي يمنع يعني اعتقد القائمين على الكنيسة هما اللي يقدروا يعني يمنعوا يا ايه نمنعوا يا ايه يعني انتوا متخيلين ان احنا نفتح باب حوار حتى شكل العلاقاء اللي بيتغير او اللي بيباين بوادر تغيير اعتقد ان ده هيحصل لما يبتدوا يناقشوا دستور لان ده رؤية ده لان هو ده اللي بيضع المفروض ان انا في الدستور بقى هعرف انت بتتكلم ازاي وعايز ايه بالزبط يعني في وقتها هيبقى في نقاش طبعا يعني كان في دعوة من الكنيسة للسلفيين هنقول الاحزاب حسب النور وحسب الحرية والعدالة الكنيسة لم تدعو صحية فئة بعينها ولكن الكنيسة دعت لكل الطيارات السياسية هنقول ان هي يعني جزء من الطيارات السياسية والطيارات المتصدرة لانتخابات البرلمانية ومعتقدش يعني فيه فيه حسب رفض تماما لحد الوقت ما نعرفش يعني كان فيه بداية دعوة لحوار ودعوة لان يكون فيه ود ومودة وكل شيء واترفضت هنحاول مرة تانية ولا هنكتفي في الدعوات تقصد دعوات العيد في الدعوات دعوات مكتبية يعني ايه يعني الكنيسة بتدعو كل الطيارات تقول اهلا وسهلا علشان يشعر المصري باني مفيش مشكلة فعلية لا مننا ولا منك لما نقول لحد اهلا وسهلا يقول لكن حد بقى يقفل هو الباب هو حر طيب هو عمتا اعتقد ان احنا كل دا بنضور في نفس الفلك اللي هو يمكن طب لأ طب اه طب ازاي طب حنشوف طب انا متفائل طب انا متشا دا مش هتحلق غير لما نشوف الايام اللي جاية هو اصلا دلوقتي في حد ما على رأيك طب اللي احتفلات بقى اللي جاية هتكون شكلها ايه احتفلاتنا اصلي احنا لينا التقوس بتاعتنا اللي نبتتغيرش ايه والابطي المسيحي حفظها صمي يعني احنا ليلة العيد ليها تقصها والكنيسة بتبقى فرحانة مهما كنا متقلمين اننا بنحتفل بالعيد نفسه ايه مش هبقى في مثلا زي بيقولوا ايه تهدئة من تون الاحتفال او كده هنمشي زي ما احنا بنمشي كل سنة طبيعات قدست البابا لما سؤل في محاضرة الاربع اللي فات قالوا ما هو ايه اللي حصل عشان نامل كده فيش حاجة حصلة فيش حاجة بالعكس يعني ده عنا بتكلم على يعني لاحياء الذكرى القدسين او الاحداث المؤلمة اللي حصلت السنة اللي فاتت او ايه او نجح او او ده يعني احنا اصلي بقى حضرتك برضو يعني الكنيسة بتنظر للذي يستشهد على اسم المسيح ان ده فخر لي هم خارجين من صلاة خارجين من صلاة وكانوا واللي راح علشان يفجر فجر مسيحيين يعني فدي رؤية تانية حالتك شاركت في الاحتفالات ليلة راس السنة في التحرير ولا لا كنت موجود يعني التحرير اصله له قصة تانية لكن احنا بنشارك في الكنيس لا اهي مش صلاة يعني احتفال احتفال طيب يعني احنا بنشكرك جزيلا والحديث معاك ممتع وزي ما قلنا تالي هو خلينا ازاي بقوله بالجهزة كده ننتظر ونشوف ايه اللي جاي وان شاء الله يا رب يكون اللي جاي خير بإذن الله ان شاء الله كمس انجلوس جيرجس راعي كليسة القدسية بكل سنة انا سعيدين وانت يعني كل يا رب كده مصر كلها بخير ان شاء الله بإذن الله يكون سبع يناير يعني يوم سعيد ان شاء الله علينا كلنا باشكر حريتك اه احنا خلصنا كده خلصنا كده جدا زيادة كمان طبعا باشكر كل مشاهدين يلا ستابعونا النهاردة بكرا ان شاء الله هنشوفكم يوم جديد فريع عمل جديد نهاركم سعيد